الاستقرار الامني عنصر مهم لتماسك المجتمع والنهوض به لهذا وضعت حكومة صلاح الدين هذا الملف في اولويات مهامها من خلال اتخاذ قرارات تسهم بالحفاظ عليه وتعززه زميل احمد صلاح الدين والتقرير التالي المجتمع المتماسك والذي يسوده الامن هو واحد من اسم المجتمعات في العالم حيث تتم من خلاله حماية الشعب ومواجهة مخاطر الحياة وتعزيز الثقة المتبادلة بين مؤسسات الدولة والعمل من اجل مستقبل افضل اذ ان بتحقيق الامن والاستقرار يتحقق التماسك الاجتماعي وتحديدا في الوقت الراهن الذي يمر به بالدنا العزيز من صعاب وتحديات يتطلب تعزيز ملف الاستقرار والتعاون المستمر بين جميع الجهات الفاعلة في المجتمع للقيام معا بعمل جماعي مشترك يهدف بالدرجة الاولى الى تعزيز الوحدة ورص الصف والكلمة التي نحن اليوم بامس الحاجة لها وفي خضم هذا المحور المهم محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل رئيس اللجنة الامنية اكد ان التحديات كبيرة في صلاح الدين ويجب وضع خطط استراتيجية حقيقية للتعامل معها وبامكانيات لوجستية اضافية بما يتوافق والتحديات على الارض وتفعيل الجهد الاستخباري لحماية المتحقق من الانجاز الامني وتوسيع قنوات السلم الاهلي وسيادة القرار في صلاح الدين مشددا على ان مصلحة الوحدة الوطنية هي من اولوياتنا مشيرا في الوقت ذاته الى ان الالتزام العشائري يجب ان يكون عاملا مساعدا لقوة القانون وثواب الدولة المؤسسات وان هذه الاهداف الايجابية لا تأتي من فراغ بل من خلال التشاور والتنسيق المشترك لمصلحة ابناء المحافظة بحكم ما يجمعهم من روابط مجتمعية وتحديات امنية مشتركة تستدعي التنسيق والتفاهم على مختلف الصعود لان بالامن والاستقرار والتماسك الاجتماعي سيحققان المساواة الفعلية والرفاهية والاستقرار بين المواطنين